اشتركوا في القناة 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 هون عملت دودة كتير كبيرة وسميتها ذمود دود وقسمتها لواحد وثلاثين قطعة وكل قطعة فيها متمثل يوم من الشهر وفيها من عبي المود تاعنا وجنب الدودة رسمت المفتاح الأخضر الفاتح يعني مبسوط الغامق يعني عادي والأحمر يعني زعلان وبعد هيك رح نبلش بالتخطيط الأسبوعي رسمت رسمات صفية باللون الأخضر والأحمر مثل الفراولة، الدفتع وورقة الشجر ورح تلاحظوا أني خلال هذا التيم دائما ببلش بالألوان وبعدين برسم الخطوط لأني بحب هاي الطريقة في الرسم وكمان إذا عملت العاكس رح يصير لون الأخضر جاي كتير على اللون الأسود لأنه قلم التحبير شوي بحل على اللون رح أكمل باقي هذا الأسبوع على شكل داتشدور فأسمت الصفحة بشكل متعرج وبعدين لونت حفتها وهلأ رح أرسام أشكال صيفية باللونين الأحمر والأخضر هاي الأشكال كلها من الأشياء اللي اقترحتوها علي لثيم هذا الشهر فيه تفاحة فيه ضفضع فيه بطيخ كمان بعضكم اقترح أني أعمل طائرة ورقية ومشروبات وكل هاي الأشياء رسمها سهل وبتصبط باللونين الأحمر والأخضر وهيك تقريبا خططنا لأول أسبوعين من الشهر باقي كمان أسبوعين وعملت كمان داتشدور بصراحة ندمت شوي أني لونت هاي الحفة فإذا بتعملوا هذا الثيم لات لونه الحفة يمكن يطلع أحلى في هاي الصفحة رح أعمل 8 أيام ممقسمين بالعرض وعلى جهة اليمين رح أرسم الرسمات الصافية هاي بحجم كبير سكتش البطيخة هو كان أكتر واحد عاجبني ولكن لما حبرته تطلع شكله بالمرة مش حلو لأنه غلطت بالتحبير وما عجبني شكلها فرح أغطيها كمان شوي كمان رسمت دودة ومشروب ها نغطيت البطيخة مثل ما حكيت بعد هيك رح ألون المربعات والأشياء اللي جواتها الإشي اللي سهل علي هادا الثيم بزيادة هو إنه بس عبارة عن لونين يعني يا أخضر يا أحمر بصراحة عجبني شكل الصفحة وهي بس هيك عملونة من برة والرسمات اللي جوة مش ملونة بس حبيت إني أضلني متمسكة بالثيم وألون من جوة كمان بس حابة أعمل ثيم بهاي الفكرة بالمستقبل إنه الشغلات أو الرسمات ما تكون ملونة ولكن نلون الخلفية حوليها وهيك وصلنا للأسبوع الأخير هم عبارة عن 12 يوم ولكن جمعتهم بصفحة واحدة عملت 12 صندوق ورسمت رسمة صيفية في راس كل صندوق بعد هيك حبرت الرسمات وفي النهاية رح أكتب أسماء الأيام رح تلاحظوا بالنهاية إني ضفت ضل لكل صندوق وهات خلى شكل هومي كتير أحلى من قبل وبس هيك خلصنا تخطيط شهر ماي كتير مبسوطة بالثيم وأحسن إشي حملته إني خليته كتير بسيط لإني كنت تعبانة وبعتقد أغلبكم تعبان مثلي بعد فترة العيد وبعد انقطعنا عن العمل ومتحمسة كتير للوركشوب وبتمنى إنكم كلكم تقدروا تيجوا عليه وبس لو أعجبكم الفيديو أعملوا لايك وسبسكرايب وبشوفكم بالفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة